ما اكيد طبعا هقولكو عليه.. اكيد يعنى الله.. هتبقوا كيوت.. ايه دا.. لا لا.. مش لالدرجاتية احنا مطاقيد شانية اعة قدينا هنكلونا جايين مع بعدي كلونا نرجع مع بع ايه الخلام الي مكتوب دا يونهار ازرع في ايه يا جماعة مكتوب ان ينقصه في لقد ميمكن عمر تاني.. عمر تاني ازاي يعنى ايه هتروع ملميليه ملكيش دعوه بقى شفتوا مش قلتلكوا ما بقاش عندو غير كلمة اتنالكيش دعوة بقى انا بقالي ساعة عمالة ادور عشان افهم ومش فهمل زي الورقة دي كاتو ازا ايه اللي حصل يعني انا هتجنن اكيدة رسالة دي فيها حاجة غلط عايزة اي انتي ايه انتي دي يعني فكرة انا جاية اتكرم وقولك فكرة من دمائي يمكن تنقذك قولي يا مفيش الكلام دي عبدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه تعالى تعالى ايه في حتة التحدي امي قالتلي عليه التحدي يا الله بقى انكتر ما عملاش تحدي هتقولوا تعالى بناهت انا جالي حتة مقلب جميل قوي قولي ها ما اكيد طبعا هقولكو عليه اكيد يعني طب قولي والله حمستيني يا ليلة انتي ما بتجيبش افكار مقلب اصلا لما تقولي مقلب ومقلب جميل قوي بقتال مقلب وعمل ازاي بصوا اسمعوا ها ايه رأيكو واو ده انت تلادي شريرة قوي بس مقلب جامد واو ايه جميل ده ايه جميل ده انا معاك اول واحدة حبيبتي يا سالي حبيبتي رابت حبيبت انت امي اومر على طولي ايوه طبعا 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 ها ايه رأيكو يا جماعة انا خلاص تفوقت على نفسي في الافكار حلو حلو وجديد اه اه انا كتير ما ما لست هضياء تفعلها سهلاص تجي ميل كتم 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 ومناسب وكمان جديد كده وهالو حلو جدا 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 استاذ انكم اروحوا بقى اغير بقى عشان نبدأ الفيديو كده ايه بشياكة بشياكة ايوه بس انتي لابسة بجماة شيك الموز شيك هو حد قالك نلبسة موز ما انا فكرت ان انتي زوج موز فقلتها اقولي البجامة وحشة تقولي البجامة وحشة فتكرتها تقولي البجامة حلوة يبقى البجامة بالنسبة لك حلوة انتي ايه ايه ما عرفش انا لابسها عشان لابساها عادي لكنها مش مش حلوة مش وحشة طب خلاص تقولي ادخل غير انا غلطة ان انا بتكلم اصلا صح حطي جزمي بقىك هيا بتهيبك اه ما ليه المساكل دي انا اش عرف قبني مش كلا انا بحبها عادي بلو اه انتو يعني فاكرين نفسكو باستفليند ايوه اش تعال اسكملوا طب فين الباقي يا جماعة خلينا نبدأ الاتحادي الجميل ده يعني اول مرة يا جميل اتحادي الجميل اوي الصراحة اسكت يا صايعا طب يلا محتوعا عاجبك عشان صايعا يلا يا جماعة طب فين الباقي انش عارف والله اش كانوا جوا سأذهبت بالدفاع حطي يا جماعة بي شكلاته سكنت ل Bergé Absolutely أنا اما انت بتجيبيهاها مهامد تتوالتم الله تبقى كيوت ؟ لا لا مثل مثل هالوووو اهلا يا ليست عامل ايه الحمد انتو قاموا له تمام قالوا بصلا Applause nek بالتحدي ولكني قمت بعمل تتحدي تحدي تحدي دلوقتي حالا تحدي فجأة كده أيها مالكو كنت بتهم و أيها مالكو لا 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 ما كنا نقوم بعمل شيء طب خلاص سأقوم بعمل تحدي ما هو التحدي سأقل لك فكرة التحدي فكرة وككه حلوة لكني لا أفعيش لا أفعيش دلوقتي ليه بس ده التحدي جميل تقول لك أننا اعرفين عن ليه لا لا اقول لهم ليلي مش عايدة تعمله مش هيجبها الفكرة دلوقتي او ليلي مش فاضية النهاردة ليه؟ اقول لهم ليلي يجي خارجة؟ معرفش اقول لهم ليلي ما اجابت هاسل الفكرة وخلاص ايوه طب انتي ما اجابت كيسر الفكرة ليلي دي جميلة والله انت ملاقبش عاجباني طيب هلاص هقول لهم بكل هزني وبكل اسف وبكل كلب مكسور بكل كلب مكسور مش مشكلة معلش احص عليها بكل فكرة التهدي اللي دي فكرة التهدي جميلة ايوه يالله بل ايه؟ ايوه لا هو ليلي وصالي ونانسين وكمان لوز القلباء قالوا لا فكرة التهدي مسهلوة اففف طيب خلاص مش مشكلة ليه قالوا فكرة التهدي مش حلوة ليه ننسي بتعمل ايدي ماسيش بتعمل هاجة مع لافس بس هي ادم ايوه وليد فكرة التهدي مسهلو خسارة كان تحدي حلو والله صح بس خلاص واخيرا مش هننسك بقواهم بالعافية خليمي سورا اكيد يعني مش عارف هشوف ننسي ماله دي أخيرا لغينا التحدي بقي نبدأ الفيديو ايه يا اننسي Elite ولا يسومه ان اناjunسه بقي نبدأ فكرة الك Ogaman ايه يا يا محمد حبي�� ايه يا محمد ايه يا محمد ايه يا محمد في ايه؟ ايه حكايتك؟ مش عائزة تعملين تحدي ليه مش عاقبكNY مش عاقبك ليه؟ لا هو اورق مه شاعبني يعني اسم اناس ان هو اه تقليدي شوية اه تلفون مع ردي تهدي 102 اهو اه 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 هو فعلا يعني غريب كده لا لا هنفكر فتحاتي تاني احدى طيب لو لقيت فكرة التحدي بقولولنا بقى يعني كديين انا اني كدية؟ لا مش انتي انه هما يحدثي هما انتي طبعا مش نكديين انتي يا حبيبي يلا روحي خلاص حدرني انا ما ييجي لا يلا نبدأ فيديو يلا هلا وابنتنا حلوين النهاردة لجعنا لكم بفيديو جديد وفيديو النهاردة هيكون عن مقلب اقف عمر هو مش في عمر تحديدا هو في عمر تحديدا بس هو في الكل يعني فقبل ما نزيد الفيديو مستوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في قناتنا لأول مرة تشوفوا ايه ما مرحنا ايه في باجة نظر كده من زي ما عايز اقولها هل من قول وسبسكرايب ومعنى ومعنى سبسكرايب تشتركوا يعني ومن قولت اشتركوا في قناتنا لو انتم فرد جديد في العائل بتاعتنا ما عرفش بس هو احنا تعودنا على المقدمة دي وهي حلوة يعني طيب خلصت ويلا نبدأ اول الفيديو انتم عن الفيديو النهاردة ايه برا عن اه هتقول انتي اه اه بس مقلب النهاردة هو انا هقولكو حتى من مقلب عشان بس اين مقلب ما يتبعطرش اه لكن انتم تتابعوا الفيديو للاخر طبعا عشان تعرفوا اين مقلب بالتفصيل المقلب ان انا هامل اه اكن في ورقة جاي من البنك واكن الورقة بتقول ان البنك احجز على كل الفلوس عمر وكل حاجات اللي عمر بتاعته يعني وكل فلوس في البنك وكده بسبب ان هو اه خاد كارد معا انه عمر اصلا ما اخدش الكارد يعني اصلا بس انا اقول اه هخلي ورقات ابقى مكتوب فيها كده يعني وان دلوقتي كل البيت بتاعنا اللي في مصر متحجز عليه بسبب ان هو طبعا عمر دافع فيه شوية فلبيت كله النص التى عمر يعني اتحجز عليه وامر لو ما دفعش الكارد خلال شهر واحد ايه مش عارف هيتساجن ولا ايه ما اعرفش امام هو دي فكرة الفيديو فلو عجبتكو حطوا لايك عشان بجد بجد احنا محتاجين له اللايكات بتاعاتك عشان احنا منموت فيها كل لايك ببوسة ليكو يلا الكل اشتركوا الفيديو واشوفوا اللايكات قد ايه عشان تشوفوا حبنا الليكو قد ايه تفقنا يلا يا جماعة دا الفيديو بقى ولا ايه طيب المفروض نعمل ايه المفروض ان انا اروح اعمل ورقة بس طبعا مش حقيقية يعني تكون فيها انه البنك حجز على فلوس وعمر كلها ايه رأيكم طيب ما هي دي طيب خدس يلا مش عارف اعملين طيب نجمع انارجع لكم بعد شوية احمد كنت عايزة الكمبيوتر بتاعك شوية ليه مالش عايزة الكمبيوتر بتاعك شوية هيعمل حاجة طيب دخولي بس ما تبوضيش حاجة وتفتعش حاجة بتاعتي مش هفتح حاجاتك اكيد هام ايه يعني هتبوضي كل الشغل قلتلك مش هجم بحاجاتك متخافش طيب يا جماعة طيب انتو مش فاهمين انا الليه ثلعت وقرت لأحمد عايزة الكمبيوتر طبعا انا هنكتب الرسالة للبنك داية عالكمبيوتر طبعا اكيد مش هنكتبها بخطة ايدينا فانا هنكتبها على الكمبيوتر بعد كده نتبعها وهاحاول حارسها ان احمد وعمر وكل الولاد ميجوش في القوضة دي وانا بكتبها بالذات والبنات هم يعني هيعطرون بره وانا هنا هنكتبها تمام؟ انا نشوف اكتب ايه بقى هيليلي اكتب ايه بس انا عايزة ازاود شطف الموضوع ازاود شطف الموضوع او لا امسك نفسي لا لا امسك نفسي انا كل ما ادخل حاجة من دماغي الدنيا بتبوص اوكي انا ممكن اكتب ايه كده ايوه اكتب كده ايوه ايوه وكمان ايوه ايوه بس كده خلاص انا كتبت كل ما انا محتاجه ليلي عايزة ايه نورهان احنا هنرجع مصر امتى ليلي؟ والله ما عرفش والله انا ما عرفش انا عايزة ارجع مصر النار ده بذكرة ليه؟ علشان ما عرفش وحش نجابه مصر ميلي عايزة ايوه ايوه اخيرا لقيت حد كل ما اكلم حد من البيت ده يقول انا عايزة افضل هناه مين اللي عايزة افضل هناه هو اسألت امير اسألت امير وليس هل أريد أن أجدت أردتها سألت مين ثاني؟ و سألت مين ثاني؟ سألت بونيك و قالت داخل هنا و اللهيب و مص اللهيب فعرفت أنها مع غدا الأرض هنا لا بلعكس ألت روز و سألت سالي كنا نتحدث بنا وسالي وننسي و كده يعني كنا نقوم بنا نقوم بنا نريد أن أرجع مصر لا أعرف فيرا ليش فليحاني فيرا عايزة تبدأ هنا سأعطيها هنا لا تعتقدش هنا نحن اعطينا جايين مع بعض نرجع مع بعض النفسي عرف نانسي التعملي نانسي لو كانت بتخترع الورق من ساعة مكان خشب كان زمنها خلصت فيه ايه نانسي ايه نانسي ده انت لو كنت بتعملي الورق من الاول كان زمنها خلصت وله ان خلصت بس هو مش راضيه اتبع اه واضح انت اصلا ما شغلتش المكان التعالى او واوووووووووو وهدت كهزطة الس resilte اكيقظ هذه هي Graп اعطت عq y نضعه في جواب وبعد كده نستنى الباب اكين بيخبط وبعد كده واحدة وطلعين واحدة فينا تطلع وتقول انا لقيت الجواب ده بره ومعرفش ايه خليها انت طبعا عشان انت اللي يبقى معنك الجواب طيب طيب عشان عمر اللي يقراه لان اكين لو معي يبقى احمد اللي هيقراه ايو صح صح طيب ماشي احط في جواب بقى اروح لهم انت اوكي جماعة دلوقتي انا هزبط الورقة وحطها في جواب من بتاع البنك واستنى اكين بقى البنك اللي بعدها اروح ادور في البيت كله على جواب بيكون شبه جواب البنك اجيب من ان جوابش بل جواب البنك يعني اكين لازم اجيب من البيت ما واكيد بيجينا جوابتنا البنك المهم هتصرف هتصرف في جماعة فخليكم كده معي هيني متباني القيبار عشان احلف في البيت كله لان اقلقى اكين كلنا بالمية لو عارف اننا اعمل مقلب ده اضعوا لايك انتو بس بكم انها اضعوا لايك يالا المهم بعد ما اعرفت الجدانية قابلت اجمل اجمل تنتمونيك في الدنيا صحي حبيبتي طبعا وقالت انها هي املا مقلب اهلي جميعا اهلني يا جماعة المهم ايه جابتلي ورقة ورقة شبه جواب البنك شبه مع ابوهاي جواب البنك يا بنت انت مستبدأ لي ما اعرفش والله ما اعرفش المهم تلع هي جواب البنك فانا افتح دي وطبق دي وخلاص وانا فانا افتح المقلب يعني ما خلاص يعني كده كده لازم نفضح معها بخلاص يعني ما هي واحدة مننا بس طبعا يا ريلي هببتي المهم فكرة المغلب كميرة والله هي اقعبتني ثلاثة زكية ما بتعمل في اومال مقلب كتيل انت يا سون كده فكرينك غبية ما لس ايه ده ايه اكتب يعني ما هي المتابعين هم اللي هبوا فكرينك غبية اخي المقلب اعملتي في اومال من ايه كام سنه من صفتي مش فكرة من كل ما هو قزين كتا 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 ويلي انت ما بتعمل اسم اومال اصلا خلاص خلاص قليني عملت النهار ده مقلب قوي اهو صحة ما هو تقليبا كده انت حسستيني ان انت هذوق من قبل العاصفة يلي ثلاثة اصفة يا ليه انا عاصفة طيب يا غاليا شكرا ممكن خلاصة اكمل مقلب؟ لوحي يا سيدي انا اكلمتك شكرا ثان نرهان ايه في ايه كم مرة تقولين انت هتروحي تغيري اللبس بتاعك دوتو ما تغيريهش في الاخر خلاص بقى انت كل شوية تروحي انا رايحة اغيري البجاما وترجعيني بنفس البجاما انا رايحة اغيري البجاما وترجعي بنفس اللبس ما بتغيريهش والله يعني هي حلوة كده وخفيفة ومريحة خلاص خلاص ما تغيريهش مدام مريحة اما حجر راح اول ما تلاقينا نازلين في مكان مهم بيغيريها يا ستي شبتي كمت العقل ايمي يا حبيبتي خدي ايمي بوسا عسل 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 شبتي انا عسل انت وما لا يكون ما بقولك انت العسل انا بقول لنفسي طبعا اه ايه 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 نتجب سمعه ولكم ايه من المنديال مسAlright اوريه هم ايه السلام والنaged انظرت ملماء ايه كنت فين من الصبح كنا برا وتعملوا اي بوره؟ خرجنا يا جماعة لتمشى في ايه؟ احنا مش زيكوا يعني مشانو جايين احنا قطر عشان نبدل عادي مع كنب صح؟ انا اللي شجعت و شفتوا بقى؟ جاد عا جادا ما خطيناش معاكي لين ما عرفش كنا لسا منتكلم اصلا ان احنا بالليل هنخب لا انا دفعت كثير النهاردة خلاص لا ما هو انت مش هتبنعنا عشان حضرتك دفعت انت دفعت ما حدش قالك تخب من غيرنا في النهاردة نحن اقبل لاي خرجين هتيمو هتيمو مش هتيجو خلاص خليكوا في البيت لا طبعا خليكوا في البيت ايه؟ طبعا 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 ولا ايه؟ هنييه؟ هنييه طبعا طبعا هنييه اصلا انا مكلمتش من اوم وافقة هو اود لقابة عادة اوقت اه وانا نستقلل لقابة شوية كده وانا اتخلوهم بقى نبقى خضباط وهم بما انهم يحبقوا كده هى فا مع ان علي و جوليا لست جايين فهتبقى باينا قوي نافيك بس لا مش هيلحظوا خلاص سطر استنى شوية كمان اكن باب لسه مخطط حيلا كده كفية قوي كده عدى وقت كتير قوي قوي وكده خلاص خددخلهم وقولهم ان حصل كذا 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 و جي جواب وانا فتحت الباب والراجل قال ان جواب باسم عمر وجواب مكتوب ان هو بعمر ومكتوب من البنك ومش عارف ايو كل ده وطفة isan Greg ا رباستر یرباستر 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 للم يعرف ان هو مع НА ories اخر مره روحت البنك امتا روحت للمنك لما اخر مرة امتا escola اشتفكر لما روحت لما كنا مع نانسي لما كنا روحنا نجيب فلوس لنانسي اوه طيب تمام اصل فيه ورقة جاتلك ورقة جاتلي؟ جاتلي انا ليه؟ انا اشعرفني انا بنا بقولك فيه رسالة من البنك جاتلك فيه جواب جيه تعال شوفه طيب جواب مكتوب في ايه؟ مش هفتحه تعال افتحه انت ما تيجي يا عمر تفتحه في ايه؟ اوه طيب ماشي هايتي جواب ايه ده؟ اشعرفك ان هو من البنك يا ليلي؟ لا 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 ما تقلقيش مابلت المندوب بتاع توصيل البنك اده اوه انت واسقة يعني؟ ايه طبعا واسقة ما انا هتدير الجواب انا مش واسقة يعني متحلان ولا ايه؟ خلاص يا جواب هفتح الجواب مالكوه كلوكو بصلي كده ليه هفتحه هفتحه احسيت بالشهرة تيجو تصوروني انا افتحه؟ ايه فتحه وينجز طيب طيب فيه ورقة ايه مش فلوس يعني؟ لا ما هو من البنك المفروض يضيك فلوس صح انا بقول كده برضو هفتح الجواب ده وتنشوف في ايه؟ ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام اللي مكتوب ده؟ ايه يا عمر في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه القسطور يا رب؟ مالك في ايه؟ مفيش ده كل خير مكتوب ايه طب ورين؟ يا نهار ازرق في ايه يا جماعة؟ مكتوب ان نأسف لقد تم الحاجز على كل ممتلجاتك بسبب عدم وجود رصيد كافي في البنك ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني البنك حجز على ممتلكات عمر؟ يعني يعني رصيد عمر اللي في البنكة مش كافي فالبنك حجز على يعني عمر فلس لا لا اكيد الكلام ده فيه حاج غلط وريني ما يمكن عمر تاني؟ عمر تاني ازاي يعني؟ ممكن يتغبطه في العنوان مكتوب عمر ومكتوب العنوان ده طيب ما تسوف مسكيلتك انت انت صلفت ايه؟ ولا عببت ايه في حياتك؟ اسكوتي اسكوتي لو ما عملتش عاجزاي يحصل كده يعني؟ يعني ايه سيف فلوس في القليلة اصلا في البنك؟ انت احبل ولا ايه؟ ايه ده انت تتخلي معي؟ هو انت بصدقه اصلا؟ ما هو مكتوب قدامك هو في الورقة وريني وريني وريني؟ ما هو مدق مكتوبة هو؟ طيب هو حصل كده ازاي؟ يعني ما انت ما المفروض انت سايف فلوس تكفي اصلا ما ينفعش تسيف فلوس قليلة ازاي؟ ما اعرفش والله انا مش فاهم ايه اللي حصل اصلا ما تشوف وصرفت ايه اخر حاجة؟ اخر حاجة صرفتها مش لدرجة تخلص الفلوس اللي في البنك يعني اخر حاجة صرفتها مش فاكر ايه بس مش كده بتهيال جبت حاجة من تحت اصلا جبت ايه بقى هي الحاجة اللي من تحت ديه اللي خليتك تفلس شوف فلست في ايه؟ بطلت قول فلست ما هي ديه الحقيقة يا عمر نعمل ايه يعني؟ يلا قادر الله مش هقف عنا بقى انا سالفك فلوس اسكتوا انتو مستفزين قوي مستفزين ايه ما انتو فريني الورقة كده معلش يالي؟ تفضل ما هو مكتوب ان انت ناسف لابلاغك ان قطم لقطم الحاجز على جميع ممتلكتك بسبب عدم وجود رصيد كافي في البنك اهو مكتوب قدام عينك يبقى ايه اللي معناها؟ يبقى معناها ان انتو معكش فلوس يبقى معناها ايه؟ معناها ان انتو فلست يا عمر ازاي حصل طيب؟ ما انا مش فاهم مش فاهم ايه بالزبط ما كل حاجة واضحة في الورقة احنا اللي مش فاهمين انت عملت ايه عشان تتسرف الفلوس دي كلها؟ اولله اول ما فاهم هقولكو المشكلة ان هما مش الف ولا الفين اللي كانوا في البنك فسهل يخلصوا دو كانوا ملايين في البنك ايه يا عمر؟ ايه مش للدرجة ايه عملت ايه ولا اشتريت ايه؟ معرفش ايه؟ يا عمر انا عندي فكرة حلو انتو ممكن تروح للبنك وتتصل لا 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 يتصل بس بالبنك ايه؟ ما هيخلص الورقة واضحة وكل حاجة عندنا ايه صح انا ممكن اتصل بالبنك اتصل بالبنك اتصل بالبنك ليه؟ وتعرف ليه ما اخو ما هيه؟ ورينيك كده بسمعت؟ تفضلي اهو شفت الورقة ايه مكتوب فيها كل حاجة ما انا مش مصدق مش مصدق ازاي؟ ما انت اشوف انت عملت ايه؟ هو هاكي خريبة يعني ان انت مبالك تبقى مقاك فلوس والنهال ده مقاك فلوس يعني ايه اسكوتي ادي بذكت اسكوتي حشان انتصريتك مستفزة اصلا بقولك ايه ما اتكلمهاش كده بقولك ايه انا مش فضيلك اصلا طيب خلا فاسيبك عشان حالتك بس يلا ينفلس وحية امك خلاص خلاص بص انت كده كده تشوف بقى عملت ايه؟ لان الصراحة انا هتخلق معاك يعني ولو باباك عارف لا بابا مش هيعرف اصلا هيعرف ليه وبعدين الكلام ده في حاجة ارده هو انت ملك بصك من نفسك قوي كده ليه ما كل حاجة معاين وكل الادلة معاين وحنا كلنا عارفين ان انت اصلا ممكن تشتري ايه حاجة بمليون دولار عهدي جدا طب بس اسكوتي بقى عمر يا عيني من التوتر ما بقاش عنده غير كلمة بس اسكوتي بقى وبس اسكوتي بقى ومالكش دعمة ومالكش دعمة طيب خلاص لو صباح تبقى سبوني الواحدة كده هاتي الورقة دي هتروع ماليه مالكش دعمة بقى شفتم مش قلتلكم ما بقاش عنده غير كلمة مالكش دعمة بقى انا بقى لي ساعة عمال ادور عشان افهم ومش فهم ازاي الورقة دي كات ازاي اللي حصل يعني ازاي بقى مبارح معاين فلوس والنهاردة البانك يقول لي ان كل فلوسك خلصت فجأة كده انا هتجنن اكيد الرسالة دي فيها حاجة غلط اه هو انت هتتجنن ليه معلش اي انا مديش دعوة المفروض بس يعني برضو عمر صاحبي ما مكانا مفروضة بقى اللي انا عليه طيب من امتى انت بتحب عمر ده انت على طول بتتاري عليه بتاري عليه عشان تصرفاته بس انه هم فجأة كده فجأة من غير اي ما يعمل حاجة ده كان قدامنا طول الوقت اصلا انا ما اشتراش حاجة ما هيدي اللي ضغيز مه ممكن يكون عمل حاجة بلوة مصيبة من غير ما يقول لحد ما هو اكيد مش هيفضل يقولك كل ما يحفل حاجة ويرح وصرف كل فلوسه مش معقولة يا ستي برضو عمر بيقول انا كل حاجة يا سلام على اقلك انا هيقول لي ليلي على فكرة انا اخته وانا اكتر واحدة عارفاية طيب ماشي انتي اخته ما قلتش حاجة بس برضو احنا منشوفه بيقول لي ليلي وساعات مهما كان برضو بيقول لنا وبيقول لنا على اي حاجة وبيقول لها على اي حاجة لا 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 ما تكذبس بس يا مهما ده سنزوي الله على كل حاجة ييني برضو صحيح شفتو انا هيدي اللي من الاول ما هو اكيد فعلا لو صرف فلوسه كلها وعمل مصيبة كان هيفضل مخبي علينا او هو ما اخدش باله ان هو بخلص فلوسه بس بس ممكن 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 فعلا ان يكون هو عمل حاجة مغير ما يبقى فاهم انها خلصت له فلوسه خلاص مش عارف ان نعمة دي بقى دي بقى هو الحل ان ايمي نفسها يلا تروح له ما هي اخته ان هو بشرطة يكلم حد اصلا غير لي وايمي وا احمد ومحمد ومعرفش غير واحد مهم يعني مالي نايمي مش معنى ايمي بالذات انا مش رايحة له في حتة هو انتي اخته اخته بس لا مش اروح له اروح له ان شاء الله عشان ما يمكن يسمع كلامك عشان احنا قلنا له روح يتصل بالبنك هو مش راضي هيقول له هنفضر نتهزه ومش هتهزه ويعرفوا رقمي عرص ان هما ما يعرفوش رقمه مثلا خلاص يسمعك كلام وروح يقول له يتصل بالبنك يمكن يسمع كلامك هتخسري ايه يعني هاخسر وجع دماغ خلاص روحي والله يعني لا انتو خد بقى نلي خد ايه ايه يا عاية الوردة استغفر الله خد خد كما ااكلها يلا وصيب السلة بتاعتها يلا سلام عليك واروح له انتو لسه احنا بس عالفين اعمالين نتنين في عمرك ولا سويا نلوح له ونقول له يقول له يكلم البنك وهو مثلادي طيب اه قلنا له مولكا كله شايات روح تقول له معلش انا هروح اقول له يمكن 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 المشكلة ان انا فاكر واخد بالي كويسا اوي ان انا ماهببتش حاجة ولا عملت مصيبة ايه مصيبة يعني مهما كان انا ابقى فاكر عمالت ايه حتى لم قلتش لحد بس ابقى فاكر عمالت ايه اكيد لكن اخر حاجة كنت معا ومشتري انا مش فاكر ايه بس كنا مع بعض يعني ماشتريتش حاجة على الواحدي فهيبقو لا 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 انا ما عميتش حاجة اكيد الورقة دي فاحة غلط وبعدين في تلك الوقت مش هتصل بالبنك كان خايف حتى نتصل هو الحل ده مفيش بقى مش مش هتصل خلص يا عمر عايزة اي انتي اي انتي دي على فكرة انا جاية اتكرم وقولك فكرة من دماغي يمكن تنقذك قولي بس بما انك انت مش عايز تتصل بالبنك عشان اي هيعرفوا رقمك على اسس ان هم مثلا مثلا ما يعرفوش رقمك مثلا ما ليش دعوا بقى بس ما يعرفوش ما علينا المهم ممكن تخلي حد تاني اتصل وتبقى اسهل لك واحسن لك وبما انك مش عايز تتصل من انت ومين بقى ان شاء الله اللي يتصل اي حد يتصلوا باي يقولولهم على حسابك ويقولوا على اخر فلوس اتصرفت ويقولوا ازاي الفلوس خلصت ومعرفش اي وكده طيب مين اللي هيتصل انش عرفني بقى طب بقولك اتصلي انتي نعم اتصلي انتي وانا ان شاء الله انا اللي هكلمهم بس اتصل انتي بنترفونك انتي تدفع كامل معرفش ما نفق اي اصلا يعيني ما علينا لو فلوسك تلعت عندك هتدفع كامل بطلي بقى زرافة طيب خلص هنغليه غزالة المهم هتصل انا خد بس خليك عارف انه هو اصلا كرميني ان انا اديك تليفوني تتصل بحد طيب ماشي خلاص خدها وانا من طيبة قلبي مش هاخد منك مقابل يا طيب اقوي الصراحة خد تليفوني بقى انجز انت هتصحبني ولا اي طيب خلاص ماش هتصل الو الو سلام عليكم اتشرف باسم حضرتك يا فندم اه عليكم سلام انا عمر طيب ماشي تفضل يا عمر كنت عايزة اسأل عنا لحساب بتاعي طيب قول اسم الحساب بتاعك ليه هو انت تايب عمر عادي كده اعمل له اي يعني تروح تكلمي تكمل المعلم مش تفضلي قعدة كده هو انا مش فهم انا ايه يا جماعة ايه ده اعمل ايه انت قعدة كده اعمل ايه يعني طيب ما كله عمال يقنعوا يروح يتصل وانا قلت له مش هيتصل وانا موسقى انهم مش هيتصل قلت له افرد الوقت لو اتصلت بيه مفتقروك بقى وجمحة جزوا على بقيت حاجاتك وخدوك وصجنوك ومعرفش ايه تخوفتوا ما تقليش مش هيتصل لا يا شيخة ايوه ساني ان هو بيسمع الكلام اوي يعني صدقيني انا عارفة حيقفوش المقلب في الاخر بدلا من انت اللي تعترف ان هو مقلبة يوم هو اللقفش انت حر اه متخوفينيش بقى انت اللي مش عايزة تروح ايدي لا اساسا مين اللي قالك الكلام ده مفيش حاجة حسبك زي ما هو مفيش اي فلوس خلصة ولا اي حاجة ايه ده بجد ايوه هو في مشكلة ولا ايه لا 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 خلاص خلاص طب سلام 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 ما حصلش حاجة ايه الورقة دي مش حقيقية يعني ايه يعني ما عارفش ساني ما اقول لهم بقى وفراحهم ده هيفرحوا جدا جدا انا اصلا كنت عارفة ان انت كنت قلت لكو زعليني علي اتواكس يا همكوس انا غلطة ان انا اديت لك تلفوني اصلا يا جماعة تعالوا بسرعة ميالوا طلقان فالحون كده لي طلعان طلق متى مهما مهما اهي اللي حصل يا امي اتعارف يا اتعارف يا هو ايقول لكم بدن ما انا اقول ايه احسن هو ايه 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 فالله ايتكو دي فكرت يد فانتو لسه كنتو سحلانين ايه ا لا هسله وامر وايمي وفى كان بامر وما بسودع اي انا ايه ايه يا جماعة ايه اللي حصل في ايه اصلا ملكو وادي ان عمر ازاي فرحون ده كان لسه مكتعب وعمل فيه خلاص مش هيضحك تاني أبداً 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 لا 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 ما الكلام كله طلع في إيكم وفيش حاجة سماكي أصلاً والورقة ديت معرفش جات إزاي بس مش من البنك أصلاً نعم؟ أيوه الحمد لله أنا معرفش فرحاناً ليه أصلي أنا مش فرحانة أصلاً طيب ده الوقت الصح إن أنا أعترف بيه عمر وأقول لك إن عمر أنا أحبك جداً 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 وهذا كان مجرد مقلب بسيط جداً 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 كان إيه؟ كان مقلب بسيط أوه مقلب أصلاً والمشكلة مش عمر اللي هتنرفز المشكلة أنا اللي هتنرفز وما أنتو إيه؟ إحنا سكتنين لكم وإنتو عماني تعملوا فينا مقلب مقلب مقجر أيه؟ مره إيمي مره ننسي مره ليلي مره مش حارف مين مره مين مره مين في إيه؟ لا يا محمد ما ما تهزرش طيب ننهي الفيديو بس وبعد كده هاخذ بيتك على المقلب ده ما كانش مقلب يعني صغنون مش تحمد ربنا إنه هو مقلب يعني عايزه حقيقة يعني ألا الناس غريبة قوي والله طب نالي الفيديو بعد كده انتو تتخلقوا بعدين وبس كده يا جماعة نكون وصلنا على نهاية الفيديو لا تنسوا استقاملوا لايك وشير وسبسكرايب واتفعلوا تسير الجرس عشان نسلكم ايفيد احنا من نزله واتتابعونا فيسبوك وتيك توك وانستجرام هتلاقوا اللوابط في ديسكليبسان بوكس ديسكليبسان بوكس ما شاء الله وتكتابوا عشركم ومنتات يا جماعة وتحطوا لايك عشان لايك مهم جدا 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 واحنا منموت فيك وايحد بيحط لايك ياخد قلبنا على طول ويباس كده بايو الا ناس تنتجتب من الفيديو ده وتنعمي بتحب عمر ايه يا مفيش الكلام ده ابدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة